السلام عليكم وحشان يا جماعة نهاردة هنعمل البانكين كيك بطريقة حيلة يعني تقدروا تقولوا كيكة الموسم حقيقي مفيش أجمل من كده كيك من أجمل الكيك اللي أنا بحبه دايما أحب أكله في الوقت ده سهل وبسيط تقدروا تقولوا أشهر كيك عندنا في أمريكا من الكيك الغالي أوي ومش أي حد بيزوط معه على فكرة الحمد لله يعني الأول أقول شكرا لنسا اللي طلعيا ودعتلي وبعطتلي رسال كتير حقيقة ربنا يكرمكم أحنا الحمد لله تمام الحمد لله رب العالمين يعني كله بيعدي زما بيقول هنعمل النهاردة ما بعد كيك سهل وبسيط وعايز أقولي أني فتحت كونة جديدة تابعوني عليها هسيب اللينك بتاعها جوا سنضيع الوصف وأحبي برضو أشكر كل اللي تابعني عليها وعمل اشتراك وشجاني عليها هندخل على المقادير سهلة وسريعة جدا هنستخدم في الكيكة دي المقادير العادية بتاعت أي كيك بس الناجحة بتاعتنا هي اللي هتبقى جديدة هستخدم السكر أو عمك سكر فيه ناس أو فيه حد من المطابين اللي قال لي لي بتوني عمك سكر يعني غيروا يا جماعين بنهازر يعني بنغير اللي اسمع إيه يعني عايزيني إنه نفك الحلقة بتاعتنا يعني مش قصدي حاجة غير الهيزار ضفت البيض على السكر ومش هستخدم هنا بقى ولا مضرب ولا إيه ولا هو العجان ولا خلط ولا أي حاجة نعملها على قدينا سريعة سريعة ما بتاخدش وقته خالص مجرد إنه بضرب كده البيض مع السكر بيكون إتعمل هنزل هنا بعمك زبدة أو الزبدة وهدوي برضو خلي بالك بالرح عشان ما تبهدليش الدنيا وكله يطير وهلم الزبدة مع السكر مع البيض ما بياخدش الموضوع كله دقيقتين ما بياخدش وبعدين هنزل بالفاناليا أي نوع فاناليا استخدم الخام أو الهوى السكر وهقلب برضو تقليبة سريعة وهنزل بالقرع هنستخدم هنا عمك قرع اللي هو اسمه إيه عندنا بمكن عندكو بقى قرع كتير وأنواع كتير استخدموا النوع اللي انتو بتحبوه أو يبقى النوع مناسب للكيك وبعد ما دوبت القرع مع الخليط بتاعنا نزلت بالقرفة القرفة مهمة جدا لإنها بطل رئيسي كمان عشان تظهر طعم القرع فيك يا رب كن قلت اسمه صح وهقلب المكونات وبعدين هنزل بعمك دقيق أو الدقيق أو الطحين وهقلب برضو زي ما انتو شايفين كل الموضوع تقليب ما فوش أي حاجة تانية هنزل بالبيكنج بودر وبعدين زرة من الملح شفتوا الكيك سهل وسريع زي ما بياخدش مقادير كتير خالص مجرد بتين بالمكونات البسيطة اللي موجودة جوه بيت ان شاء الله تقدروا تعملوها بصوا القوام حلو قوي هبتدي اضيف الهواء الحليب في الآخر بس هنزل شوية بسيط كده بحيث ان انا افك الخليط شوية بالشكل ده وهقلبه كويس وهبقى مجهزة عندي هنا القلب اللي هاشتغل عليه هسيب المقادير زي ما استخدمتها جوه السندوق الوصف بس طبعا الخطوات عشان في النهاية تغلي طريقة كويسة عايز اقول له انا البامكنس او القرع اللي عندي محلة يعني كريمة القرع عملت مع بعضي ليكم اللي هو اشتغلنا على القرع باكتر من طريقة هسيب لكم بطريقة القرع زي تعمليه ممكن تسلقيه وتحطي عليه سكر وتسويه القرع اللي أنا استخدمته محلة يعني سويد فيه سكر ماشي عشان تزبطه سكر مع الكيك وهستخدم هنا العين الجمل اي نوع من اللي هو المكسرات الموجودة اللي انت بتحبيها او الجوز استخدمت انا العين الجمل عشان بتفري او في الطعم ده وهقلبت الخليط بالشكل ده وهستخدم القلب بتاعي هحطي فيه ورق زبدة لازم افرش بورق الزبدة بحيس ان انا عايزة يبقى اللون بتاحها من تحت زي اللون اللي من فوق ووزع فيه خليط الكيك كله بشكل اللي انتو شايفينه افون اذا كان صوتي متغير شوي بس غصبة عني والله بس انا مسجلة الفيديو ده بقى لي شوية وقلت لازم انزلوا انزلوا ليكم عشان ده الوقت بتاعه وهبتدي بقى اوزع الكيك وافرد الوش بتاعه عشان يبقى شكل هنا انا كنت مسخانة الفرن جدا وزبطت درجة الحرارة على 190 لاني هيوض معي حوالي 25 ديئة ودخلت مجرد اني روحت جبت الولاد من المدرسة وجيت كانت عمل يعني لازم ترقبي لان احنا مش عاملين كيك كبير يعني ممكن يوض معاك 20 ديئة بس عشان الحجم صغير وبتفرق من بتجاز الكيك ورشيت وقطعته بشكل انتو شايفينه في خطوة كنت حاب عملها لكم ان انا ممكن حط اللبز من فوق الورق الشجر الناشف انتو 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 مشيت من عليه انتو شفته تحطيه من فوق وترش من عليه السكر بس انا معملش الموضوع ده اكتفيت باني ارش اللي هي رشة بسيطة خليها بقى في الكيك التانية وده شكله من جوا بص الارتفاع حلو قوي قوي الكيك هو كيك هي كلمة كيك مناسبة قوي قوي ده كأنه كريم كريمة او اشطا ولا كريمة تشيز كيك هايل ال اسمه النتس متوزع من جوا من حلو اللون هايل رغم ان الاضاءة مش قد كده بس انا كنت مفتحة كل النور بتاع المكان بس هو اللون خطير الطعم هايل كل حاجة فيه تبارك الله مظبوطة جدا سكر مظبوط طعم الارعي مظبوط الجوز اللي احنا عملنا حلو قوي مدي نكهة جميلة مزود معز زي الكيك مش قادر اقول لكم غير انجوي جربوها ده الموسم بتاعه هاتوا واحفظوا واحفظوا في الفريزر عشان هنشتغل على حاجات كتير ما تنسوش تابعوني على قناتي الجديدة هسيب اللينك بتاحها جوا صندوق الوصف تابعوني عليها محتاج انكم تشجعوني عشان انا ببتدي انزل عليها فيديوهات والحمد لله الله المستعان بصوا الكيك بتاعي عمل ازاي يا الله يا الله يتاخد بقى مع شاي بحليب مع شاي سادة مع قهوة بصوا بعد ما اكلت منها عايزة وريتي انك تقطعها بأي طريقة بتتعماكي لم فرولة ولا بيزة ولا حتة طلعوا حتة نزلة كده ولا من جوا فاضية بص كيك هو ده كيك عايزة تقولي كيك يبقى هو ده كيك انجو يا جماعة كان معكم حبيبا